اطلقت شرطة الفرنسية الغازة المسيلة للدموع مدافع المياه على محتجين في مدينة نانت يوم السبت خلال مناوشات اندلعت اثناء مظاهرة ومراسم تأبين لشاب اختفى وتبين انه غارق في نهر بالمدينة الواقعة غرب البلاد واصبحت واقعة وفاة ستيف كانيكو سببا اخر للاحتجاجات وللتطقيق في الطريقة التي تعمل بها الشرطة الفرنسية واختفى الشاب البالغ من العمر 24 عاما في اواخر يونيو حزيران اثناء حفل موسيقي اشتبكت فيه الشرطة مع الحاضرين في الحفلة في ساعة متأخرة من الليلة بجوار ضفة نهر الوار في نانت وتم العثور على جثة الشاب في النهر في الاسبوع الماضي وتزامنت مراسم تأبين لكانيكو مع دعوات لمسيرة اوسع نطاقا لشجب وحشية الشرطة حضرها المئات من الاشخاص وقالت السلطات المحلية انها اتقلت نحو اربعين شخصا بحلول الظهر ودعت حركة السطرات الصفراء التي نظمت احتجاجات مناهضة للحكومة لاشهر في انحاء فرنسا للانضمام للاحتجاج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة بعيد الرغم